مشاهدين الكرام أهلا بحضراتكم معينا وولى لقاءتنا على شاشة القناة التانية وبنصبح عليك النهاردة الأربع أربعة منزل قادة للعام الهجري عام 1444 هجريا 24 مايو في بداية هذا اليوم بنقول اللهم اجعل لنا نفوسا راضية وقلوبا صافية يا رب العالمين يا رب يكون يوم جميل وسعيد علينا جميعا بإذن الله النهاردة الحقيقة معنا فقرة مهمة جدا جدا أعتقد أنها بتهم كل بيت مصري لأنه بالتأكيد كل بيت مصري فيه طالب أو طالبة في السنوية العامة والنهاردة هنتكلم عن مرحلة السنوية العامة وهذه السنة إن هي سنة بالفعل مهمة سنة مصيرية كتير جدا من الأسر ومن الطلبة والطالبات بيصابوا بالقلق والتوتر بداية من السنة السنوية العامة لغاية الامتحانات هنتكلم تحديدا إزاي بقدر الإمكان نحقق المعادلة المهمة أو المعادلة الصعبة ما بين إن هي بالفعل سنة مصيرية وسنة بتحدد مستقبلنا ولكن في نفس الوقت عايزين يكون عندنا ثبات فعالي ويكون عندنا هدوء نفسي علشان نقدر نعدي هذه السنة بسلام وأمان لغاية ما نوصل لمرحلة الامتحانات اللي خلاص يعني أيام قليلة وهتبدأ امتحانات السنوية العامة إزاي نحاول إن إحنا نتخلص من الضغط ومن القلق ومن التوتر لأن كتير جدا من أبنائنا بيكونوا مزاكرين وعملين مجهود كبير جدا طول أيام السنة لكن للأسف بييجي وقت الامتحانات ومع العبء النفسي ومع الضغط النفسي ممكن إن هما يكون أداءهم ضعيف أو أداءهم سيء في الامتحانات هنتكلم كمان على إنه في هذه المرحلة في الحقيقة دورات تدريبية كتير جدا بعد التخرج من الجامعة علشان تنمية المهارات المهنية وعشان تأهيل الخريجي الجامعات لسوء العمل فده بيخفف برضو العبء وبيخفف الضغط النفسي على الطالب إنه لو مقدرش يجيب مجموع عالي في السنوية العامة ومقدرش يلتحق بالكلية اللي بيحلم بيها ممكن إنه يلتحق بالكلية اللي تناسبه وبعد التخرج بإذن الله ممكن يكون في دورات تدريبية يقدر يحصل عليها علشان يقدر بإذن الله يعني يأخذ الوظيفة المناسبة عموما مجالات كتيرة مجالات مختلفة هنتكلم عنها النهاردة هنتكلم كمان عن الشخصية الإيجابية إزاي نعرف الشخصية الإيجابية هل الإنسان يقدر إنه يتعامل مع مهاراته ويقدر إنه يبقى عارف إمكانياته وقدراته علشان ممكن يكون شخصية إيجابية عموما نقاط كتيرة ومواضيع هامة جدا حنتكلم عليها النهاردة من خلال حلقتنا كلها خاصة بأبنائنا من الطلبة والطالبات والشباب بشكل عام لإنه دايما بنقول الشباب هم الأمل وهم مستقبل مصر بنتمنى إن فقراتنا النهاردة تنال إعجابكم وإن حضراتكم تتابعونا معنا ويعني كل الفئات العمرية من الشباب ومن الكبار إن شاء الله هيستفيدوا معنا من خلال حلقتنا النهاردة لكن في البداية زي ما احنا دايما متعودين هنتلع فاصل مع الرياضة والنشاط والحيوية ونرجع مرة تانية ونبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار من بعض الصحف المختلفة شفنا مع حضراتكم هذه المشاهد الجميلة اللي بتبعث دايما على الأمل والتفاؤل ومصرنا الحبيبة دايما مليئة بالمشاهد وبالمناظر الطبيعية الخلابة اللي يمكن من خلال جولة سريعة كده حتى من خلال مشاهد على التلفزيون بنشوف المناظر الجميلة في مصرنا الحبيبة بتدينا طاقة إيجابية وبتدينا أمل ويعني بنعرف فعلا مصر بلدنا الجميلة قد إيه مليئة بالمناظر الطبيعية والجو كمان المعتدل اللي ربنا سبحانه وتعالى منحوا ووهبوا لمصر نبدأ مع حضراتكم جولتنا السريعة مع الأخبار وأخبار الأربعاء 24 مايو سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي يفتتح اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية الرئيس السيسي أفريقيا تحتاج 200 مليار دولار سنويا لتحقيق التنمية المستدامة سيادة الرئيس السيسي مصر تواصل دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية بأفريقيا رئيس الوزراء حان الوقت لينظر العالم إلى قارة أفريقيا كأولوية للمشروعات التنموية وزيرة التضامن تكلفة تمويل مشروع حياة كريمة يتجاوز تريليون جنيه فرصة أخيرة إتاحة تسجيل استمارة التقدم لامتحانات الدبلومات الفنية عشرين تلاتة وعشرين حتى غدا الخميس تشغيل ثاني شريان مروري حر يربط شمال وجنوب الجيزة في يوليو الزراعة تطرح لحوما بلدية في منافذها بسعر 225 جنيه للكيلو أسعار البيض تنخفض مجددا والكارتونة بـ 85 جنيه شركة سياحة تعرض تناول وجبة في الفضاء مقابل 130 ألف دولار في رحلة ست ساعات ومع الأخبار الرياضية العالمية كريستيانو رونالدو يريد الرحيل عن السعودية ودفع تعويضات لنادي النصر تمنعه ومع الأرصاد الجوية واستعراض سريع مع حضرتكم لدرجات الحرارة في بعض المحافظات وتقص الأربعاء حار نهارا معتدل ليلا وفرص أمطار ببعض المناطق درجات الحرارة في محافظة القاهرة العظمة 33 والصغرى 22 في الأسكندرية العظمة 26 والصغرى 18 في مرسى مطروح 24-17 في سهاج 38-23 في محافظة قنى 41-24 وأخيرا في محافظة أسوان العظمة 42 والصغرى 25 مشاهدينا ده كان استعراض سريع وجولة سريعة مع الأخبار ولكن حالا هنطلع فاصل ونرجع مرة تانية ونبدأ مع حضرتكم فقرتنا الهامة جدا النهاردة وإلقاء الضوء على القلق والتوتر في سنة السنوية العامة للأسر المصرية وللطلبة والطالبات وإزاي نتخلص من هذا التوتر طول أيام السنة وتحديدا في فترة الامتحانات حتى نحصل بإذن الله على أعلى الدرجات ونتمنى أن كل أولادنا يكونوا من المتفوقين بإذن الله فاصل سريع ونرجع مرة تانية ونبدأ أولى فقرتنا وبنصبح عليك شاهدين بنرجع مرة تانية ونبدأ مع حضرتكم فقرتنا والحقيقة موضوع مهم جدا وهو إزاي نحاول نتخلص من القلق والتوتر طول السنة الدراسية الخاصة بالسنوية العامة بداية من أول يوم في السنة مرورا بقى بمراحل مختلفة إلى أن نصل إلى مرحلة امتحانات السنوية العامة الحقيقة هذا الضغط وهذا القلق النفسي ممكن يكون ليه أسباب كتيرة جدا يمكن بدايتهم طبعا من الأسرة بقصد أو بدون قصد هي الأسرة متحملة مسئولية أبنائها فبتحاول بقدر الإمكان أن هي توصله رسالة أن دي سنة مصيرية فلازم يبزل فيها أقصى مجهود ولكن طبعا فيه أيضا عوامل كتيرة جدا نحاول نحن نتخلص بها من هذا القلق والتوتر بالنسبة للأسرة بالنسبة للأب والأم وبالنسبة للطالب أيضا عموما هنتكلم في هذا الموضوع بتفصيل كتير جدا جدا وهنعرف إيه أسباب القلق وهنعرف إزاي نتعامل معاه وإزاي نعالجه كمان من خلال هذا اللقاء اللي بيسعدنا وبيشرفنا فيه الأستاذ أحمد القاضي خبير التنمية البشرية أهلا بحضرتك معنا شرفتنا ونورتنا أهلا وسهلا بحضرتك ودايما بتشرفنا في برنامجنا بنصبح عليك ولقاءات قيمة وهادفة وبيستفيد منها كل المشاهدين الحياة ربنا يبرك في حضرتك وصباح الخير عليك وصباح الخير على كل الناس اللي بتتفرج علينا دلوقتي وصباح الخير على كل الطلبة اللي بتذاكر دلوقتي بتستعد إن شاء الله ربنا يوفقهم جدني حركة عرف طبعا يعني دايما أبنائنا هم أملنا في الحياة وهم الهدف ودايما بالتأكيد كل أب وأمي بيبقى نفسهم جدا إن ابنهم يكون من المتفوقين ويحصل على أعلى الدرجات ولكن هنا بتيجي بقى المعادلة الصعبة أستاذ أحمد أو المهمة ما بين إن أنا عايزة أوصل لإبني رسالة نديسة نمصرية وأرجوك ذاكر كويس وشد حيلك علشان تقدر تحقق وتجيب مجموع عالي وتدخل كلية من كليات القمة وما بين إن أنا مش عايزة برضو عبء نفسي عليه نتكلم كده بشكل سريع يعني أسباب أو تفسير هذا الضغط النفسي في مرحلة السنوية العامة تحديدا هو مبدئين إن شاء الله خير بإذن الله خير إن شاء الله هنقول حلول يعني هنقول علاج يعني وإن شاء الله ربنا يكتب لهم كلهم الخير وربنا يختار لهم الخير ويوفقهم دايما للخير لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيختار لنا وإحنا بنكتهد ومنحاول على قد ما نقدر نوصل للي احنا عايزينه بس ربنا سبحانه وتعالى هو صاحب المصير الأول والأوحد صحيح أكيد بإذن الله إحنا خلينا نقول بس إن السنوية العامة أو امتحانات السنوية العامة أو الناس اللي بتقعد دايما تهول في فكرة السنوية العامة أكيد هي سنة مهمة في الحياة ولكن مش عايزين نخش على فكرة إنها سنة المصير وسنة تحديد المصير وسنة لو ما عملتش وما قدتش حياتك هتنتهى وتتوقف بيتسرب بعض الإحساس كده لبعض الطلبة من خلال ضغط الإهالي ومن خلال ضغط بعض وسائل الإعلام والمدرسين اللي عندهم واللي بياخدوا معهم دراسات مثلا في الدروس أو في المدارس إن السنة ديات لو ما عملتش فيها أقصى ما عندك وكل حاجة حياتك هتنتهى بعد كده بيفكرني زي ما يكون مثلا دي عملية جراحية دقيقة وفي المخ والجراح اللي مسك المشرة لو إيده هتزت هتنتهي الحياة تماما لو ده حصل وطبعا التشبيه ده قاسي جدا وصعب جدا إنه هو ممكن يبقى واقع حقيق طبعا هي سنة مهمة طبعا هي سنة أساسية في الحياة في حياة الطالب في حياة دراسية عموما عشان خاطر من خلالها بتقدر تختار مستقبلك الوظيفي لأنك أنت بتنتقل من مرحلة التعليم الأساسي لمرحلة التعليم الثانوي وبعدا بعد كده في خلال مرحلة التعليم الثانوي بتكون أهلت بشكل كويس في المراحل اللي قبل كده إنك تقدر تحدد إن شاء الله مستقبلك من خلال مجموعك صحيح طيب إلي بيحصل زي ما حضرتك كنا بنتكلم قبل ما نطلع الهوى على فكرة إزاي إحنا المفروض نوصل للنقطة دي ونبقى هادين ورسين نقطة إيه؟ نقطة التجهيز للانطلاق لامتحانات الثانوية العامة تمام المفترض إن أنا ما بتبتدي عند السنة بتبتدي في توقيت معين وتنتهي في توقيت معين وطالما ذكرنا كلمة توقيت في البداية وتوقيت في النهاية بينهما بحر من الوقت بحر من الوقت ده معناه إن إحنا لازم نبحر في هذا البحر بشكل عقلاني ومعي أدواتي اللي متغرقنيش في بحر الوقت ده الوقت كالسيف إلا متقطعه قطعك فالوقت ده كالسيف إلا متقطعك كأنها مبارزة فإلا متقطع السيف اللي نزل عليك بسيف آخر توقفه هينزل عليك هيقدع عليك فمعنى كده إن الوقت بتاعنا بالنسبة لنا مهم جدا في ترتيب اهتماماتنا وأولوياتنا ومذكرتنا لحد ما نوصل لمرحلة الثانوية لحد ما نوصل لمرحلة المتحان طيب أنا عشان أخش على مرحلة المتحان وأنا مش مهزوز وأنا مش مغدود وأنا مش قلقان بأعمل إيه؟ المفترض إن أنا طول فترة الدراسة بأهل نفسي لليوم ده التأهيل ده بقى بيشمل حاجات كتير أولا المذاكرة إن أنا أبتدي مرحلة التحصيل أعرف الأول المواد اللي عندي إيه فأنا بستكشف أنا مؤاهلة أصلا من السنوات اللي قبل كده إن أنا بعرف إيه المواد الدراسية أنا ما جيتش من ابتدائي على سنوي يا عم أنا مشيت في قولة سنوي تانية سنوي بدأت أهل نفسي لدراسة السنوية العم وحددت كمان اختصاصي في السنة العام إذا كنت علم علوم علم رياضة أدبي وهكذا طيب أنا بعمل إيه؟ المفترض إن الشخص ده إن الإنسان الطبيعي بيتكون من عقل وجسم أي فلازم أنا خلي عقلي بقى عقل سليم عشان خاطري بقى موجود جوه جسم سليم هو جسم السليم بيتكون جوه عقل سليم والعقل ده هو المختص بالاستيعاب هو أداية التخزين هو الهارد ديسك اللي المفروض الشباب والأنسات اللي بيسمعونا دلاتي عارفين يعني إيه هارد ديسك موجود أو الميموري اللي موجودة في الموبايل فهو ده اللي بيحتوي على كل الزاكرة اللي أنت بتخزينها هنبتدي من أول العام الدراسي نحط البلان مفيش ناجح بلا بلان بلا خطة فما فيش بناء آدم هيوصل لهدفه من غير ما يكون عامل له خطة والخطة دي من أحد أهم عواملها اللي هتوصل بها للنجاح هو الوقت دي أحد الفاكتورز والعوامل الأساسية المكونة الرئيسية للنجاح هو تنظيم الوقت جوه خطة بلان طويلة الأمد بتبتدي من شهر 8 من ساعة ما تبتدي دراسة لحد ما تنتهي في شهر 6 لحد ما تدخل الانتحان بتاخد المواد بتاعتك طبعا بتعرف المواد دي عبارة عن إيه بتبتدي تستكشفها بتبتدي تعرف تقسيمتها عاملة إزاي كم فصل دراسي موجود على مدار السنة المفترض أنك أنت بترتبهم أما أصلا قريدي المناهج الدراسية محددة إيه بدايتها وإيه نهايتها بتتدرج من الأسهل شوية ثم يعني مش هنقول أصعب أكثر أقل سهولة وأكثر شوية مش هنقول صعوبة برضو محتاجة فهم وتركيز أكثر لأن ما فيش حاجة صعبة تمام طب اسمح لي هنا أستاذ أحمد نقف وإحنا بنقول البلان برضو هنا شوية بتختلف الأراء وحركت أقول لي مع أي الأراء يعني في البعض بيقول لازم تبدأ بقوة وتبدأ تكتهد وتذاكر كويس قوي قوي علشان تيجي وقت الامتحانات تكون إلى حد ما خلاص أنت مذاكر من أول يوم وحافظ درس درس من أول يوم ومراجعين جزء جزء من أول يوم وفي الرأي التاني بيقول لا مش عايزين نبدأ يعني بهذه القوة أو بهذه الجدية لشان ما يجيش على آخر السنة ويتعب أنا بادئ من شهر ثمانية بجدية شديدة جدا فيجي على وقت الامتحانات وهذا الوقت المهم اللي محتاجين بقى فيه مراجعة وحل امتحانات وحل أسئلة كتير يصاب الطالب بنوع من الفطور أو بنوع من العب الزايد عليه فنيجي وقت الامتحانات هذا الوقت المهم يحصل فيه يعني دروب أو ضعف شوية أو تراقع حضرك مع أي هذه الأراءة طيب خلينا في المدرسة التانية اللي حضرتك قلت فيه أنا خدها تدرجيا نحن ما ينفعش أول ما ندخل حتى على الأكل ناكل أي حاجة سمينة مرة واحدة فنتقفل من باية الأكل فنوف نتفرج على الأكل الحلو اللي محطوط قدامنا بعد ما خلاص نفسنا قفلت أو تسدت أو تصدت زي ما بيقولوا أنا هاخد الموضوع تدريجي شوي لحد ما وصل لمرحلة أن أنا خلاص استوعبت بدل ما وصل لمرحلة اسمع مرحلة التشبه التشبه هنا الستوريشن ده لو أنا وصلت لها بدري هبتدي أزهق بدري فهبتدي أهمل بقية الدراسة اللي أنا مفروض أستوعبها وحصلها عندي طيب أنا بعمل إيه أنا بأخد المنهج وزي ما قلت حضرتك هو المنهج أكيد تصعودي يعني مفترض النوع بيبتدي بحاجة تمهيدية زي مقدمة الكتاب كده حضرتك بتقري التمهيد وما تخشيش في الكتاب على طول وإيه قصته لازم أنت تاخذي التمهيد عشان تستكشفي ما في الكتاب فأكيد كل مادة دراسية لها كتاب فليها تمهيد فأنت بتاخذي التمهيد ده واحدة واحدة وأجراء إجراء بسيط لحد بعد كده ما توصلي لأعلى الكيرف وأنت بتوصلي لأعلى الكيرف من شو الله تكوني وصلت لمرحلة من الاستجاب العقلي العقل بدأ بتاعك يتفتح وبدأ عندك كل حواسة تستقبل كل الداتا اللي موجودة والإنفورميشن اللي موجودة جوه الكتب تمام فتبتدي تستقبليها وتروح لمناطق التخزين اللي جوه عقلك تمام حتى لما بنيجي ندرس في سننا اللي بعد كده بيبقى طريق الدراسيتنا مختلفة شوية عنهم فكرة تحصلنا بيفرق شوية عن الطلبة اللي موجودين في المدارس إن هم عندهم طريقة تانية للتحصيل وأنا بؤكد على فكرة الفهم قبل الحفظ وأنا من يعني من مؤيدي مدرسة الفهم أكتر من الحفظ لأن أكم من مواد يا أستاذا حنان إحنا حفظناها ولا نذكر منها شيئا انتهت فعلا بعد ما خلاص رحنا حطناها مش عايزة أقول اللفظ في ورقة الامتحان وانتهت عملت إيه أنا جبت كل اللي كان عندي حطيته على الورق طب بعد كده أسأله فيه ما يعرفش حاجة اللي بيخلي الشخص عنده قدر من الثقافة هو الفهم وليس الحفظ وأعتقد يا أستاذ أحمد ده اتجاه وزارة التعليم في هذه المرحلة إن هي بتحاول بقدر إمكان إنه ما يبقاش فيه تلقين بالعكس يكون فيه فكري يكون فيه إبداع حتى الأسئلة دلوقتي أسئلة بتبقى بقية اختيارية وبقية أسئلة اختيارية أفيت على الفهم لأنه بيحط لك لأربع إجابات صحيح وطالما حطيك لأربع إجابات هو أجاب هوم لك هي واحدة فيهم فأنت بتبتدي تعمل عملية استدعاء تفكر بالزبط كده دي أنسب ولا دي أفضل ولا دي أحسن لكن لو هي حفظ بيحط لك المكان فاضي وإنت تقعد تسترجع كتير مش بقول إن فيه حاجات ما فيهاش حفظ لا فيه حاجات فعليا لازم فيها حفظ النصوص الدينية ما ينفعش تقعد تألفها أي سواء حديث أو في كل الأديان ما ينفعش برضو التاريخ تقعد تألف فيه لأن التاريخ أنت مش هتحطه من دماغ دي معلومات دي داتة وقائعة فأنا مش هنا لكن قادر أقول إن فيه حاجات معينة مثلا برضو الجزء الخاص مثلا بالفيزياء ومش أعرف الحاجات اللي هي فيها نصوص علمية حقيقية تم تجارب وقلم قواعد لازم نصريات وقواعد لازم أكون عارفة وحفظها أكيد أكيد فلكن إن أنا أقعد بقى أمسك كل المواد تبقى فكرة حفظ فقط وإن أنا شخص نازل أحط في ورقة الإجابة بتاعتي ما هو محفوظ بداخلي وبعدم بعد كده تنتعلقت به من أكتشف إن هذا الشخص غير مؤهل للحياة العملية لما تيجي تسأله حتى في الانترفيوز ومن تيجي تعمل معه انترفيوز تكتشف إن هو أبيض هو كان شخص بس من أربع سنين ممكن يكون من أوائل السنوية العامة في محافظته أو في منطقته أو على حد الجمهورية لكن ممكن يكون عنده قليل من الثقافة قليل من اللي باقي من الخبرات هو اللي بقي في دماغه أصلا بقى أقليل جدا بقى شغالها بحاجات تانية فهنرجع تالي للنقطة الأولانية مدرسة إن أنا أبتدي خطوة خطوة مرحلة جس النبض الناس بتوهر رياضة عارفين إن أنا اللي بيمرسوا الرياضة بتفرجوا على مباراة كرة عندنا خمس سبعة تمن داية كده اسمهم مرحلة جس النبض ببقى دايما عارف حاول أشوف الدنيا في عين منزلش البحر من نصه بامشي دايما خطوة خطوة لحد ما بتدي أدخل في المنطقة برضو مش الغريق عشان دايما مش هايزين نقول كلام سلبي ولكن المنطقة اللي أنا محتاج فيها كل حواسي ومجهود العضلي عشان أفضل طافي على وجه المنطقة المهمة أو الفترة المهمة بس فأنا هامشي خطوة خطوة واحدة واحدة ولازم منساش نصيبي من ولا تنسى نصيبك من الدنيا يعني لازم برضو أبقى عارف أن أنا وأنا بذاكر عندي مناطق ترفيه لازم أعملها عندي خروجات لازم أعملها عندي صلاة رحم لازم أقديها عندي فوق كل ده وبعضه لازم يبقى عندي التزام ديني لازم يبقى عندي توقيتات الصلاة يبقى ليها التزام جدا عندي لأن التوقيتات دي لو التزمت بيها هترتب كل ترتبات حياتي بعد كده صحيح وده هيرجعنا للخطة اللي حد رأيك أشرت إليها في البداية كل اللي احنا بنتكلم فيه ده هيكون في إطار الخطة أو النظام تحت أي مسمى يعني ولكن هو نظام لازم يكون موضوع يعني في البداية ويكون هذا النظام كمان قابل للمرونة برضو يا أستاذ أحمد صح برضو في نقطة أثناء السنة الدراسية طبعا احنا خلاص يعني أيام وهتبدأ امتحالات السنوية لعننا هنتكلم عنهم ولكن بنقول برضو عشان أبنائنا اللي هيبدأوا السنة اللي جاية بإذن الله نصائح للأسر وللأبناء لو طالب مثلا أو طالبة طبعا يعني أول شهرين كده كان فيه نوع من الزهق نوع من شوية مش عايزة أقول الاستهتار ولكن ما كانش يأخذ الموضوع بجدية فيبدأ يتنبه أنه لقد عد شهرين من السنة لازم ألحق نفسي أنا بتكلم على كل الظروف برضو كل الأحوال إزاي برضو هذا الطالب تبدأ الأم والأم مش عايزة تتعامل معاه بنوع من الحدية أو نوع من الحزم عشان ما تضايقوش فهل يقدر يلحق نفسه لو عد شهرين مثلا من سنة السنوية العامة زي أنا كأم أنبه ابني أن لا ده مش مذكر السنوية العامة لا لازم تكون تاخد الموضوع بأكثر جدية من غير برضو ما سبب له ضغط أو عبئ نفسي عليه طيب ده صعبة دي لا مش صعبة لا مين قال إنها صعبة ليه هو الحاجة الوحيدة الصعبة إنه هو يبقى سبق السيف العزل يعني يكون بعد الامتحان فنرجع نقول يا ريتنا كن نعمل لكن طول ما عندي وقت قبل الامتحان فأنا لسه الأماني ممكنة لسه بإيدي أعمل طيب أنا عشان خاطر ما زنقش نفسي فلسه بإيدي أعمل فبدل ما أعمل بأيدي لتنين أبقى عندي إيد متكتفة وراء وبدل ما أعمل بإيد كاملة أعمل بسبعين اتنين هي دي المشكلة لازم أستخدم كل الإمكانيات عشان أوصل لهدفي إمكانياتي دي معي طول ما أنا عارف لو أنا عندي عشر صوابع بعشر شهور فأنا كل شهر بفقد صبع من الصبع لو ما حصلتش فأنا عندي عشر شهور لو كل شهر أنا بستخدم حاجة في إيدي كف من كفوف إيدي عشان خاطر أحصل وامسك به الداتا والمعلومات وحطها في دماغي بعد كده لازم أكون واثق إن مع ضغط الوقت وضغط الامتحان علي أكيد ده هيخلينا نعمل هفقد جزء كتير من ثباتي الانفعالي هحس إن أنا مش عارف أمسك نفسي ودير أموري صح كده اللي بينزل قبل معاده بساعة فبيبقى ماشي في الطريق هادي واللي بينزل قبل معاده بخمس دقايق بيبقى متقربك ومستربع وممكن ينزل لو ماشي على رجل وقاب عربيته يعمل حاجات كتير قوي هو ما كانش بتخينه وقف يعملها إن هو بيعملها بالشكل ده ممكن يخبط هنا أو يحق عربيته ومش عارف في رصيف أو يطلع فوق رصيف هو يمشي عكس الاتجاه يعمل كل حاجة غلط لكن الشخص لو نازل بدري شوية يقدر يوصل لمعاده بشكل أفضل وأحسن زي ما احنا بنيجي هنا قبل الهوى لو جيت على الهوى على طول غير ما بقى جاي قبل الهوى بشوية أبقى قاعد وحسن أنا رأسي ومتزم فالفكرة كلها عموما بالنسبة لنا إن ترتيب الوقت ده شيء مهم جدا ونحط عامل الوقت ده أساسي في دماغ لو في حاجة بلا وقت السكة طبعا أنها مش هتنفع السكة ما فيش عامل الوقت ده حول ما حطط لنا المعيار الأساسي اللي هنمشي وراه وهو الديدلاين اللي هنوصله يعرفي إن احنا مش هنعمل حاجة والناس طبعا لما بتحسن الدنيا مرياحة معاها شوية فبتقول لك لسه الطريق مفتوح لسه قدامي شوية لسه بعدين فيبقى من دي وان لما ببتدي أشتغل وابتدي أخذ وانا بقى قريدي أنا بشتغل على نفسي عشان خاطر أعدي مرحلة السنوية العامة واجيب درجة معينة أنا من خلالها أقدر يبقى معايا تعدد بدائل يعني فيه ناس كتير برضه حضرتك ميت تعرفين بصفة شخصية بيجيبوا درجات عالية جدا في السنوية العامة وبختاروا كليات مش من كليات الكم بس هو حقق ذاته نجح وبقى من الأوائل في الحتة دي وبقى بعد كده يختار كلية تانية لأنه حبيبها فده أنا برفع لك وبقول برافو عليه أنت نجحت في الاتنين ونجحت أنك أنت توصل لأعلى الدرجات في المرحلة دي ده أنت حققت أشبعت ذاتك حققت النفسك حاجة كويسة وبقى بعد كده اخترت الكليات اللي أنت حبيبها مش لازم تبقى كلية من كليات الكمة التخصص اللي هو حبيب أنه هو يدرس اللي أنت حبيه اللي أنت حبيه فده حاجة كويسة بس هو هنا أكيد الشخص ده كان مرتب وقته استحالة تعودي مع واحد كان من الأوائل أو نجح نجاح مميز حتى لو مش باهر حتى لو مش باهر مميز قعدتي معاه لازم يقولك أنا كنت برتب وقتي كنت عارف إيه هي قدراتي لازم يكون المحدد ده هل أنا شخص من الشخصيات اللي بتستوعب الحمد لله سريعا ولا أنا من الشخص اللي بيعيدي لحاجة مرة واثنين وده مش عايب على فكرة ده مش عايب يعني قدراتنا بزي بعضها صحيح مش كل لعيب الكرة في قدم مثلا كريستيانو زي ما حد كنت بتقول لي ولا محمد صلاع ولا ميسي صحيح ولكن في ناس تانية بتشتغل على نفسها وأكم من ناس كانت إمكانياتهم أقل محدودية صحيح ولكنهم بالاجتهاد والعمل وصلوا لمصاف العظماء صحيح طيب أستاذ أحمد فيه برضو كلمة مهمة جدا دايما بنسمعها وعايزين نعرف معناها العلمي مع حضرتك وهي كلمة السبات الانفعالي يعني عايزين دايما يكون عندنا سبات انفعالي وهنتكلم بالنسبة للأب والأم لأن هم برضو بيوصلوا رسائل لأبنائهم الحياة بقصد أو بدون قصد قد تكون سلبية قد تكون إيجابية وكمان هنتكلم على السبات الانفعالي لأبنائنا برضو من الطلبة والطلبات إزاي يكون عندهم سبات انفعالي طول أيام سنة السنوية العامة وتحديدا طبعا ما قبل الأيام المهمة وهي ما قبل الامتحانات بس هنسمع إجابة حضرتك بعد إذنك بعد الفاصل هنتلع فاصل سريع ولكن هنرجع مرة تانية ونواصل هذا لقاء الهام والحديث عن السنوية العامة هدينا بنرجع مرة تانية ونواصل لقائنا وكنا توقفنا عند نقطة السبات الانفعالي إزاي يكون عندنا سبات انفعالي طول أثناء سنة السنوية العامة وتحديداً طبعاً الأيام قبل الامتحانات ووقت الامتحانات يا أستاذ أحمد طيب خلينا بس نقول الأول السبات الانفعالي ده احنا ممكن لنا تحط في موقف نحتاج فيه سبات انفعالي يعني إيه سبات انفعالي برضو حريك؟ قلولنا كده بشكل علمي يعني أنا قريدي هوصل لمرحلة الانفعال ولكن أنا في وسط مرحلة الانفعال هكون سابت عشان خطر أقدر أعدل الموقف ده وأنا بأقل الخسائر اللي هو من تمالك نفسه عند الغضب ليس القوية بالسرعة ولكن القوية ما انتمالك نفسه عند الغضب فأنت مما تمسك نفسك عند الغضب فأنت عندك قدر من السبات الانفعالي فأنت عشان خطر يبع عندك سبات انفعالي فده محتاج تمرس تريد تمارس فكرة السبات الانفعالي بشكل كبير يعني إيه برضو هنمارس السبات الانفعالي يعني أنا حط نفسي في مواقف أتعصف فيها مفيش مواقف يعني مفيش يوم بيعدي إلا ما يمر عليك مواقف أو اتنين قد يستدعي هذا النعم العصبية مش كده ده غالبا بيحصل لكن انت لما بتضرب لما بيسير نفسك لنفسك وللأسف لشيطانك في بعض الأوقات تنفعل بزيادة فلما بيحصل الانفعال ده بدأت تتأصل فيك شخصية انك انت انسان عصبي فتفقد ثباتك الانفعالي فبتقول كلام كتير وبيحصل مع ناس كتير في العصبية إن أنا مش عارف أنا قلت الكلام ده إزاي إلا خلينا أقول كده يا أخي مفهومة كنتش عملت كده أنا خسرت مش عارف فلان وفلان لما انفعلت عليه ولما رجعت لأصل الموضوع اكتشفت إنه ما كانش كده طب أنا هتدرب على ده إزاي أولا الشخص اللي بيبقاش عنده ثبات فعالي غالبا غالبا بيبقى شخص آناني شوي بيبقى شخص حابب لنفسه لا يبقى للنقض بأي نوع منها من النرجسي أقرب للنرجسية شوي طب أنا دلوقتي عشان خطر أكلم يعني واحد من ولدنا وقول له خلي عندك ثبات فعالي بيجي لك مواقف زي ايه مثلا مواقف إنك أنت بتحس إن أنت بدأت تفقد المنهج أو بتنساه أو ما أنتش قادر تركز أو إن أنت داخل عليك فترة الامتحان وعصابك بدأت تسيب والهرمونات عندك بدأت تنفعل بشكل زائد فإنت قادر ينيني البقى والحاجات اللي حداك على الكسترول والحاجات دي تزيد عندك بزيادة طيب هو مفروض يبقى كده لا مش المفروض يكون كده ومش المفروض إن الأهل يساعدوا ابنهم على كده لازم أنا أولا أتضرب إن ده موقف بيمر بيه ومر بيه وهيمر بيه الناس اللي قابلي واللي زي واللي بعدي ده أمر طبيعي ومش عايز أقول بقى الكلام اللي بيتقال ده شر لابد منه وإن دي تسنة تحديد المصير والسنة المحورية والمفصلية كلام مكرر ومعادي والددنا زهقوا منه كمان زهقوا جدا وخلاص بقى هو تلاقيه أصلا بيديك دهاره وقولك خلاص أنا زهقت أنت خلاص شبعتيني أو أنت يا بابا شبعتيني بأن السنة دي سنة لو ما حصلش فيها اللي أنت عايزه واللي أنت بتحلم به اللي أنت يا بابا أو يا ماما بتحلم به أنا هضيع أنا هنتهي وهم عارفين كويس أن الأب والأم طبعا أنا متلمس لهم كل الأعذار أنهم نفسهم يشوفوا أولاده ومحسن منهم زيما حضرتك بدأتي ولكن بلاش ضغوط عصبية عليهم لأن الشخص عبارة على اللحمة ودمة وأعصاب فالأعصاب كل ما هتبتدي تحرقها الشخص هيفقد كتير من قدراته ويفقد كتير من قدراته على الاستعاب ودي أم قدرة المفروض أنه بنشطها وبيشتغل عليها بشكل كبير يبقى عنده من الكفاءة والفعالية ما يكفي أنه هو يقدر يستمع أو يعني عايزة أقول لي يعني ياخد العلوم دي ويبتدي يستوعبها وما ينبقى يروح ينقلها في ورقة الإجابة فتمثل إجاباته أنا بمثل إيه في ورقة الإجابة إجاباتي واستعابي أنا فهمت إيه طول السنة وتعلمت إيه طول السنة ومن خلال الأسئلة والمنهج قدرت أفهم ده طيب لو قلنا مثلا على موضوع السباة الانفعالي ده أستاذ أحمد لو طالب مثلا يعني حرك عارف قبل الامتحانات بفترة بسيطة بأسبوعين أو ثلاثة بيبقى المدارسين دايما أو حتى هما الطلبة بيعملوا لنفسهم امتحانات كده في البيت من خلال النمازج الاسترشادية اللي بتنزلها الوزارة أو من خلال حاجات كتيرة فلو طالب مثلا يعني امتحن نفسه ولقى نفسه جاي بدرجات وحشة جدا ولقى نفسه مش عارف يجاوب كويس وقال لمامته مثلا أو قال لأخواته كده إزاي أنا برضو أوصله فكرة السباة الانفعالي إن لا ما تتضايقش قرر المحاولة مرة تانية أو تالتة يعني هل أنا هنا أنبه إن لا ده كده يبقى فيه مشكلة أنت استعابك مش كويس إزاي هنا برضو أنا أوصله رسالة السباة الانفعالي ده إنه هو ما يجيلوش إحباط إنه هو ما عرفش يجاوب كويس أو أداءه في الامتحان جاب درجات ضعيفة مثلا يعني أنا ده المثل ده جاي كده على زهني دلوقتي يعني مثل لطيف جدا وأنا كنت أأكد على حضرتك نقطة معينة وكنت رسا هستشهد بمثل أنا أقول مسلس تعليم السنوية العامة ثلاث أضلاء يشمل الطالب والأسرة أب وأم والمدرسين والتدريس عموما للأسف للأسف بعض الدروس فبيروح عشان خاطر يستوعب ويحصل العلم اللي موجود في الكتب والورق الجزء هنا إن أنا عندي عدد معين من المواد محتاج إن أنا أنقلها من الورق لعقلي صحيح لنا هسيب الورق وفيه متحانات دلوقتي أبنبوك على فكرة وأنا بعتبر أن دي من المتحانات اللطيفة جدا اللي أنت برضو بس بكون عارف مواضع إجاباتك فين في الكتاب فده كويس فده جزء ده يخص الطالب الجزء اللي بيخص الأسرة اللي كنا تكلمنا فيه من شوية إن الأب والأم محتاجين ينموا المهارات دي عند أولادهم ويوفرونهم البيئة المناسبة للنجاح طبعا ما فيش أب وأم يا ربنا يعينهم يا رب بيبخالوا عن أولادهم في فكرة التعليم وتعليم ده شيء أساسي هو الصحيح فبيصرف الغالي والنفيس عشان خاطر ابنهم زي ما احنا قلنا يبقى حسن منهم نيجي بقى للمنظومة التعليمية الأشمل والأكبر شوية هننكلم على طرفين الناس اللي بتدرس للطلبة والناس اللي بتحط متحان للطلبة الناس اللي بتدرس للطلبة طبعا أنت لازم تتعامل مع الطالب نفسيا لازم تبقى شاطر في علم النفس قبل ما شاطر في علم التدريس لأن كل اللي موجودين تحت إيدك دول سواء في المدرسة أو في السناتر والدروس الخصصية فهم بيمثلوا دول أولادك أو أخوتك الصغار لو أنت لسه حديث العهد بالدراسة أنت هنا بتبقى مسؤول جدا عن عقليتهم وعن نفسيتهم صحيح فأنت بتشبع أو بتبين لهم أنك أنت رول موضل أنك أنت شخص ينفع نستقي منك المعلومة ناخد منك معلومة لأننا نحن بنحبك فأنا جاي لك عشان خاطر أنا بحبك مش عشان شاطر بس عشان أنا بحبك وأكام من الناس حبوا مواد تعليمية كانت صعبة جدا لأن المدرس كان شاطر صحيح كان شاطر في توصيل المعلومة صحيح بعض المواد كان أسلوبهم صعب جدا ففي ناس أنا بتوصل المدرسين بتوصل للطالبة التعليم بشكل حلو أو كابسولات لطيفة بسيطة مع أن المادة ممكن تبقى داسمة بس هو بيدي له حاجة خالية من الكروسترول خالية من الدهون فالآخر يستطعمها وفي نفس الوقت ما تأزهوش طيب الناس بقى أنا بأتكلم عن نقطة دي ده جزء كبير في السبات الانفعالي ده جزء كبير بفكرة النمازج بتاعلم تحط لحدك قلتيه أنا لما أبقى مدرس أو أنا بسق جدا في المدرس اللي بيدرس للمادة وبيحطي الامتحانات شبيهة بالامتحانات بتاع السنوات العامة وأجواء ممثلة لامتحانات السنوات العامة وبحلها كتير وخلينا نقول برضو أن تكرار الامتحان هو أصلا هيجيب أسئلة منين غير أسئلة شبيهة مع تغيير مثلا أرقام لو هي مسائل حسابية أو كده شبيهة بالمسائل اللي جات قبل كده أو مقررة أو هي عدت علي فأنا أشبعت عقل الباطن بحاجات شبه دي فلما أجي في الامتحان الحقيقي ما تصدمش ما تفاجئش أنا هديكي مثلا صغير جدا وده حصل معايا وزمائل اللي ممكن يكونوا بتفرجوا عليها يفتكروها كان عندنا مادة في كلية تجارة كان اسمها كان الله يمسيب الخير بقى ودير طلطة العمر اللي عملنا الامتحان ده هو قالك أنت هتدخل الامتحان ساعتين مش هتحس بالساعتين إحنا طبعا خدنا الكلام على أنه يعني إيه الكلام ده فسألنا زمائلنا بتوع الدفعات اللي قابلينا قالك أنت عندك ساعتين اتنين فعلا أنت حانو طويل جدا ومس صعب بس هو طويل جدا بيخليك فعلا ما تفتش اللي جنبك طب خدنا منهم إيه بقى سألناهم عشان أبقى عندي سابقات انفعالي في اللجنة أعمل إيه فقالوا أنت أول ما تمسك ورقة الإجابة قبل ما تجيلك ورقة الأسئلة انت سطر ورقة الإجابة بالشكل اللي هتفرغ فيه إجاباتك بتاعة ورقة الأسئلة وفعلا استلمنا ورقة الأسئلة كمتاح الساعة عشرة من عشرة إلى خمسة وإحنا بنشتغل يعني لو حد عد عليك هم بيعملوا قيد ووصل الأسئلة لسه منزلتش ونزلنا عليها بشكل رهيب وأول ما استلمنا الورقة فعلا يعني حطنا وشينا في الورقة بعد ساعتين اتنين لقينا الوقت خلص الساعتين دول في حياتنا الدراسية مش فاكرينهم هم كانوا ساعتين عدوا بسرعة جدا جدا وما حسناش بيهم وما كانش عنده واحد استعاد حتى لو المصطرة وقت منه ينزل إجابة ده حقيقي بس الفكرة كانت ممتعة هو كان وجهة نظره أنه مش عايز حد يبص لحد ولا ينقل من حد واللي فاهم طريقته في الدراسة وطريقته في المعلومة وكان بيوصل لك إزاي وفهمني هيجواب كويس وفعلا الناس كتير جابت فيها درجات ممتازة في المادة دي فأنا أريد أرجع أقول إيه إن أنا كنت بأهل نفسي أنا وزميلي قبل ما ندخل المادة دي إن إحنا بنعمل سيميوليشن كده حالة تخيلية للمادة عاملة إزاي وبنعمل إيه ونجرب ونمسك ستوب ووتشل بعض ونشوف إحنا بنخلص إزاي ما هو ده اللي إحنا بنتدرب عليه صحيح فرقة هتلعب مع فرقة نهائي واحتمال يأخذوا وصلوا لمرحلة ضربات الجزاء صحيح رقلات الترجيح بيقضوا تدربوا على رقلات الترجيح عشان لما بيوصلوا لرقلات الترجيح ما يتفاجئوش إنهم الأول مرة هيلعبوا ضربات الجزاء صحيح فأنا بقول إن أنا عشان خاطر أوصل لمرحلة امتحان لازم أمرن نفسي على الفكرة وحط وقت وبلان وخطة صحيح صحيح أو بنفسي وأنا بحترم اللي بيعمل كده بنفسه وأعمل ده بنفسي وأبتدي أهيأ نفسي لفكرة التأهيل وده جزء على فكرة من التأهيل إن أنا بتعرض لحاجات شبيهة للأنا هتخله للأنا هبقى موجود فيه بعد كم أسبوع أو كده وبرضه خلينا نقول من السبات المفعالي إن أنا كلما تعاملت من ربنا سبحانه وتعالى من فوق سبع سماوات هو اللي بيقدر المقادير وهو إن شاء الله اللي هيبقى معايا في اللجنة فإن أنا لازم ما بعرف إن ربنا لا يعني إلا تحزن إن الله معنا فربنا سبحانه وتعالى طول ما هو معنا بس نكون عملنا إيه نعملنا اللي علينا خدنا بالأسباب وعملنا اللي علينا مستحيل هدخل لجنة وأقول إن ربنا سبحانه وتعالى معايا واللي أنا قريته من 3-4 ساعات قبل ما أدخل هنجح ولو ده حصل مرة مش يحصل كل مرة والحظ والتوفيق ما بيصاحبش إلا المجتهد صحيح علشان كده بنقول فعلا الأيام القليلة اللي هي قبل الامتحانات دي مهمة جدا مش بس مذاكرة ولكن مهمة في حل الامتحانات وده موضوع مهم زي ما حضرك أشرت أن إحنا الولاد بيضعوا أنفسهم في أجواء الامتحانات بيبقى قدامهم أوراق أسئلة شبيهة جدا جدا بالأوراق الأسئلة اللي هيشوفوها إن شاء الله في الامتحانات الحقيقية طيب ننتقل لنقطة تانية برضو أستاذ أحمد وهي ما بعد التخرج بقى وده هيخلينا نقول إن إحنا برضو بعد اكتياز امتحانات السنوية العامة وحصلنا على المجميع يعني والالتحاق بالكليات دلوقتي بعد التخرج بقى فيه مجالات كتيرة جدا جدا اللي هي زي ما بنقول شفت كارير يعني نحن نغير اتخرجنا من كلها معينة ولكن نقدر نحصل على دورات تدريبية في مجال معين ونقدر نحن نلتحق بوظائف معينة وده برضو اللي هي الفجوة ما بين أعداد الخرجين وما بين سوء العمل بدأت الحياة كتير جدا من المؤسسات تتربح لهذا الموضوع ويكون فيه بروتوكول تعاون بين الكثير من المؤسسات الحكومية هنسمع إجابة حضرتك بس نسمح لنا هنتوقف ثواني مع كل سيدة المشاهدين ثواني هنطلع فاصل ولكن هنرجع مرة تانية ونواصل مع حضرتكم هذا اللقاء الهام بنرجع مرة تانية وبنتكلم عن مجالات التدريب المختلفة وتنمية المهارات المهنية حتى تناسب سوء العمل إيه رأي حراكي وأستاذ أحمد في شفت كارير زي ما بنقوله يعني نغير اتجاهنا ده أمر طبيعي وبيحصل وبيحصل كتير على فكرة تمام خلينا بس نرجع لحاجة أسمع قانون العرض والطلب ده قانون اقتصادي شهير ومعروف جدا وقال اللي بيحكم السوق فعلا تمام سوق العمل قريدي الناس بتتخرج ساعات كتير جدا الناس بتفوكس على بعض الكليات بشكل زيادة قوي أي ما بيبقى المعروض منها كتير قوي وما بيبقى المعروض منها كتير قوي يعني يقلل يقلل من سعر كل فرض من أفراد الكلية دي أو الخريج ده لأنه طبعا معروض منه كتير وده بيحصل في بعض الكليات مش كده ولكن الشخص بقى الماهر الشاطر اللي ممكن يشتغل الحاجة اللي يتفوق فيه أي اللي بيحبها فيتفوق فيه يبقى مميز لأن زيك زي غيرك فالمفروض منك كتير لكن إلا أنت تبقى مميز عن أكرانك فهو ده اللي بيقول إن الشخص وده اتجاه دول كتير جدا على فكرة التعليم صحيح بالحاجة اللي أنت بتحبها صحيح أنت بتؤهل طول سنين عمرك عشان بعد كده تختار الحاجة اللي حضرتك بتحبها وفكرة بقى اللي شفت كرير اللي حضرتك ذكرتها من شوية على فكرة إن ممكن الناس للأسف للأسف بتخش كليات إرضاءا لأسرها إرضاءا لبابا عايز يشوفني دكتور أو عايز يشوفني مهندس أو كذا أو كذا هو حابب كده أو يعني أو بابا عايز نجا نمسك التجارة بتاعته فنخني كلية كذا وأنا مش حابب ده طب لسا لا بقى دلوقتي بقت الموضوع بقى متاح جدا إن الناس بعد ما تتخرج من كليات بتدرس تاني في كليات ومعاهد أخرى بقى فيه تعاليم دلوقتي يعني أنا برضو بقى أقول إن الطلبة اللي موجودين في السنين الحالية حظهم أوفر شوية من الناس اللي موجودة من أباهاتنا وأمهاتنا اللي كانوا بيدرسوا بس في الكليات وتنتهي العلاقة بالدراسة بعديها ويبقى بقى دلوقتي تتعلم أولاين ممكن تتعلم باستخدام الموبايل مش حتى مش لابتوب اللي قد كده أو ديسكتوب زي زمان لأ أنت ممكن تتعلم بدا طيب إيه بقى الفايدة؟ أنت بتتعلم ليه؟ بتتعلم عشان خاطر نفسك وبتتعلم عشان خاطر مجتمعك فأنت بتتعلم عشان خاطر تفيد المجتمع وفي نفس الوقت تشعر بقيمة ذاتك بتحقيق ذاتك أنت نفسك طيب أنا دلوقتي لما أجي أعمل إنترفيو للأول على الدفعة والتاني على الدفعة والتالي جايين اللي هما التلاتة قاعدين قدامي أول الدفعات ولكن هما عندهم شي من الخبرات اللي تسمح أن أنا أحط في شركة وأطمن أن أنا سايبهم بيقودوا فريق عمل أو بيحطوا بصمتهم على أداء المؤسسة كلها لأنه ممكن ما يبقوش أحسن حاجة لكن هما أكاديميا هما الأعلى هما ممكن يشتغلوا في يعني هما ممكن يعملوا كورسات تدريبية ممكن يتكلموا بجوانب تنظير ممتاز لكن وعملي بعيد شوية أو بعيد شويتين فالمشكلة هنا أن أنا مش هبقى أمين أختار مين ساعتها ممكن أختار واحد جاي بتقدير أقل 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 ولكنه ماهر في شغلانته ماهر في صناعته زائد إن إحنا هنرجع نقول إن برضو التعليم المهني والفني والجزء التاني اللي إحنا عشان ما نقولش سنوية عامها فقط النص التاني ده أو الجانب الآخر ده جانب مهم جدا لأن مفيش اهتمام لو إحنا ماهتمناش بالجانب المهني والتقني بشكل كبير هنتأثر حياتنا كتير جدا في حاجات تقنية إحنا محتاجينهم وإحنا محتاجين نهتم بالعامل ده شكل كبير جدا ونستثمر فيه بشكل كوي جدا لأن ده قاطرة إنتاج إذا كان التاني هو قاطرة تعليم وقاطرة قيادة فاللي تحت ده هو قاطرة الإنتاج وفي المصانع خطوط الإنتاج بيشغالها دايما هو الجانب التقني التكنيشنز والناس دول فأنا لو ماهتمتش بدول ممكن الريفنيو والعوائد اللي بتعود على الشركة تقف هو مش مديرين فقط دي نقطة مهمة يمكن حالك استرسلت في الحديث فيها لأنها فعلا مرتبطة بنقاط كتيرة جدا أولا مرتبطة بأداء برضو أولادنا في السنوية العامة لو مقدرش أنه يحقق المجموع العالي والتحق بالكلية لنفسه فيها أو اللي بابا ومامته عندهم رغبة فيها يقدر أنه يلتحق بأي كلية تناسبه ويقدر أنه بعد التخرج يقدر أنه يشتغل في مجال قد يدرس فيه كلية معينة وهذه الدراسة لا تناسب مثلا إمكانياته أو لا تناسب رغباته أو لا تناسب أهدافه وطموحاته بيخلص وبيحصل على الشهادة وبيقدر بعد كده يتدرب في مجال آخر ويعمل في مجال آخر بزبط ده شيء مهم عندنا نقطة مهمة برضو أستاذ أحمد وهي الشخصية الإيجابية برضو للأسف في هذه المرحلة مع ضغوط الحياة ومع الأعباء في مجالات مختلفة كتير مننا بيبقى عنده شوية حالات يأس أيام بيصاب فيها بحالات كده من الإحباط من اليأس بيبقى عنده طاقة سلبية فبنقول عليه ده شخص سلبي إزاي كلنا نحاول بقدر الإمكان يكون عندنا طاقة إيجابية ودائما يكون عندنا أمل وتفاؤل وإزاي لو لقيت شخص سلبي قدامي إزاي أعرف أتعامل معاه علشان ما ينقلش ليه هذه إحنا عارفين برضو أن الطاقة السلبية دي ممكن تنقل من معادية ممكن من شخص لآخر فإزاي التعامل يعني؟ طيب برضو هنقول مين الشخص الإيجابي؟ ده بيعمل إيه الشخص الإيجابي؟ ification الشخص الإيجابي هو جاية فكرة سلب طاقة سلب بيسلب نفسه طاقته عشان خاطر بيتحول الشخص سلبي وشخص إيجابي هو جامل إيجاب إيجاب كل ما هو متاح قدامه نحيته بيحاول يستجيب لكل الطاقات إيجابية اللي بترحم حواليه أو اللي هو بيشتغل على نفسه عشان يتحول لشخص إيجابي damn ما في الشخص إيجابي بالكامل. مية بالمية إيجابي إحنا أشخاص طبيعيين إحنا أبسايد دون يعني شوية فوق وشوية تحت شوية ممكن نبقى إيجابين جدا وشوية ممكن نتعرض لموقف نتحول لشخص مكسور شوية أو متأثر شوية لكن هي فكرة استدامتك في المنطقة دي مدتها قدي اللي هي منطقة اللي بقى فيها شوية من السلبيات وهلا هتواجهها لوحدك ولا هتروح تلجأ للسلبيين اللي في المنطقة دي بشكل كبير فيبديد ياخدوك لمستنقع السلبية لتحت الفتيجة تطلع منه ما تعرفش أنت عشان تبقى شخص إيجابي فلازم تطفو فوق على السطح ما تبقاش نازل في أعماق السلبية من تحت أنت عشان خاطر تبقى شخص إيجابي أنت بتشتغل على كل الجوانب الإيجابية في أي شخص في الكون فالشخص الإيجابي هو شخص عنده من الاحترام وتحمل المسئولية والخلق العالي والاستجابة للضغوط بشكل كبير فهو بيشتغل على item item جزئية جزئية من شخصيته عشان يكون شخصية مش كاملة مش كاملة أبدا ولكنها باحثة عن الكمال باحثة عن الكمال اللي هيظهر فيها كل أنواع الجمال لأنك أنت بتدور على الشخصية الإيجابية جوه نفسك الأول قبل ما تروح بره أنا عندي بعض السمات الإيجابية جواي مفيش واحد تتخلق كل حاجة فيه فشلة كل حاجة فيه ضايع فأنا واثق أن أنا شخص لم أخلق لأكون كاملا أنا عندي بعض جوانب النقص طيب أستاذ أحمد في النقطة دي هل الإنسان نفسه يقدر يعرف نفسه إيه جوانب النقص لجواه يعني هل أنا أبقى عارفة نفسي آه أنا عندي مشكلة في الجزئية دي أحاول علاجها ولا دي بتبقى يعني دور حد خالص لا لا في اللايف كوتشينج والناس اللي هم بتوع التنمية البشرية والقصص دي كلها في حاجة بتتعمل للشركات وللأفراد حاجة اسمها صوات أناليسيس اللي هو تحليل صوات اللي بتحدد فيه إيه مجوانب السترنس أو القوة اللي عندك بس لازم تكون صريحة وانت بتكتبها هو مربع كده فيه أربع بوكسات كل بوكس بتحط فيه الجوانب الإيجابية اللي عندك أو المزايا اللي عندك اللي ممكن المزايا دي تقدر تستفيد بيها عشان خاطر تخلص من بعض العيوب اللي موجودة في النحة التانية فانت عندك سترنس يعني جوانب قوة فلازم بتكتبها فعليا وما تبقاش مدي نفسك بزيادة عن وقاع الحقيقي تدي الحاجة الحقيقي وجوانب الضعف اللي عندك أنا بخاف مثلا لما بكون مثلا الواحدي بخاف لما بتعرض لموقف فيه شوية مثلا من ضغوطات شخص عصبي بطبيعي بطلع كل الجوانب السلبية اللي عندي وبشوف يعني ده اسمه يعني التهديدات التهديدات اللي موجودة عندي ممكن تكون شكلها عامل ازاي والي هي فكرة بقى ايه هي الفرص اللي ممكن استخدمها بقوتي عشان اغلب بيها ضعفي وهتخلص بيها من تهديداتي فهو ده التقسيم انا قدر اعرف طبعا انت لو قعدت متصالح ومتصارح مع نفسك فتقدر بالخلال الحاجتين دول تتصارح وتتصالح مع نفسك انا عندي مزايا كتير فالحمد لله عليها عندي عيوب فالحمد لله هشتغل عليها عشان اخلص منها فانا كده تصرحت مع نفسي تصالحت مع نفسي ثم انا بقول لنفسي ان انا اللي جاي ان شاء الله هيبقى افضل افضل بايه افضل بان انا هشتغل عشان اشتغل نفسي كده ريشة عمالة توديها الاخدار يمين واشمال وفوق ودحت ما فيش اي حاجة من جوايا تقدر تخليها تحكم في نفسي ده من الصح لازم من جوايا اعرف اتحكم في قدراتي عشان اشتغل بها في سوق العمل يبقى انا ظلمت نفسي لو مشتغلتش على قدراتي النفسية عشان خاطر نفسي عشان خاطر انا عشان كده بقول لك الناس تحب نفسك قبل ما تطلع تحب الاخرين واعتقد التوازن ما بين قدرات علمية وقدرات نفسية او رغبات نفسية افردي انا ممكن اكون زي ما قلت لحضراتك كده اكثر الناس دراية بالعلم لكن انا نفسي مستوي ايه اللي انا هفيده للمجتمع هل انا هشتغل اقفل عن نفسي معمالي واعمل حاجة وان بقى اطلع سيب على باب المعمل الناس تجي تاخدها وتمشي ولا لازم اوصلها للمجتمع طيب استاذ احمد اخر سؤال وسؤال اعتقد انه هو مهم حريك طبعا انت عملت مع كتير من الشباب في مراحل عمرية مختلفة ما بين مرحلة المراهقة ومرحلة الاكبر شوية والخريجين يترى النصيحة او رسالة نوصلها ازاي يعني هل الاب والام يوصلوا هذه النصائح الجميلة اللي احنا تكلمنا عنها ولا لو لقيت ابني مثلا هو فعلا عنده مشكلة اقول له ايه طب اسمع احنا عندنا دلوقتي الحمد لله يعني عندنا زي حضرات كده اسادزة وخبراء في مجال التنمية البشرية طب اسمع مثلا استاذ احمد في هذا اللقاء بيقول كذا طب اسمع النصيحة من الاستاذ فلان او الدكتور فلان طب اقرى النصيحة انا لانه كتير جدا من اولادنا لا يتقبلوا هذه النصائح بشكل مباشر هل اوجه ابني لها من خلال الاعلام او من خلال قراءات وكتب مختلفة او لا ارأي حالة سريعا عشان حاضر احنا بيبدو ان احنا بننهي البرنامج فهنتكلم بس بسرعة ان فكرة الشخص او البني ادم من يوم ما يتولد لحد ما يتنتهي حياته بيمر مراحل مختلفة لجزء انا مش هقول للناس تدرس علم نفس او ان كل ابو وام يدرسوا علم نفس ولكن يبقى عندهم على اقل الحد الأدنى ثقافة فانا ما اتعامل مع المراهق تختلف تماما عن ابني اللي كان من 3-4 سنين لسه في اعدادي ما ينفعش لا لازم اتعامل معاه انه خلاص بدأ يبقى شخص مراهق او كذلك البنت ليها تعامل مغير ومختلف فلازم اكون انا بتعامل معاه من منطقته ما ينفعش انا اتكلم من فوق قوي ولا اتكلم من تحت فانا لازم اقول كده طب عشان انا اكسبه اعمل ايه انا لازم قعد اسمعه فكرة ان انا انصط لابني واسمع هو بقول ايه ممكن يقول كلام انا استفيد منه او اقول كلام انا اشتري بي اشتري ابني او بنتي بي فاسمع معهم شوية ابتدي اديهم وادني شوية وبعدم بقى كده اسدي لهم النصيحة في اوقات لازم اكون انا شخص مصر على اللي انا بقوله عشان خطر امنعهم من وقوع في الغلط وفي اوقات لازم اقول ان انا لازم ادي له نصيحة وان لم يكن النصيحة اللي انا بديها له استجابها مني فانا لازم اكون ادي له مثلا زي ما حد بتقولك فيه فولورز كتير لبعض الشخصيات العامة او الناس اللي بتقدرهم فخلاص هو طرح ما بيستمع لفلان او فلان والحمد لله بدأ اتباعه الشخصيات تضغير نتيجة انه تأثر به الناس الانفلونسر اللي موجودين على كل وسائل التواصل الاجتماعي المحترمين بنرفع لهم القبع ولنهم متشكرين والناس الاسف اللي بيضلوا ولادنا وبيضيعهم وللهم يتقوا الله في نفسك وفي ولادنا لان دا ما ينفعش تعالى عشان كده بقول لحضرتك ان انا عايز اوصل لولادي حاجة لازم اوصل لمنطقتهم افهم سيكولوجيتهم عشان اعطر اتكلم معاهم بي عموما استاذ احمد يعني دا موضوع مهم جدا يمكن احنا النقطة الاخيرة القناة ضوء عليها بشكل سريع لكن بالتأكيد هنخصص لها حلقات قادمة بإذن الله لان دايما اولادنا هم أملنا وهم هدفنا في الحياة الرسالة الاخيرة بس اللي بنقولها لأولادنا ربنا وفاهم يا رب ان شاء الله شدوا حلكم ما تيلقوش ان شاء الله ربنا معاكم وربنا ان شاء الله وفاكم والأسر شجعوا أولادكم وان شاء الله هتوصلوا اللي انتو عايزين بإذن الله ان شاء الله استاذ احمد القاضي خبير التنمية البشرية شرفتنا ونورتنا على هذا القائم شكرا لحضرتك مشاهدينا الكرام وسيدنا لختام حلقتنا النهاردة وزي ما تابعتم معنا عايزين ثبات فعالي عايزين هدوء مش عايزين توتر عشان بإذن الله مجهود أولادنا طول سنة السنوية العامة يقدر يكلل بالنجاح والتفوق ان شاء الله انتظرونا بكرة في نفس المعاد ولقاء جديد وأسرة جديدة ويبن صبح عليك